لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي قال باب زكاة الأثمان الأثمان الذهب الفضة ويلحق بها في هذا الزمان الأوراق المالية المعصرة يعني إذا كان زمان كانت النقود الدنانير والدراهيم ففي هذا الزمان صارت النقود أيضا دولارات ريالات جنيهات يورو وهكذا فهذه الأوراق المالية فيها زكاة ولا ريب في ذلك لأن هذه صارت رؤوس أموال الناس الآن وأثمان المشتريات في هذا الزمان والأرصيدة كلها في البنوك بغد النظر إذا كانوا يتعملون بالربا بنكي ريبوي أو بنكي إسلامي أنا أتكلم عن واقع ولا أقصد شرعية الفعل فالأرصيدة كلها بهذه العملات المسألة الثانية بعد أن قلنا أن الأوراق المالية فيها زكاة ما نصابها الصحيح أنها تقوم بالأحظ للفقير إذا ستقوم بالأقل فإما أنها ستكون بنصاب الذهب اللي هو خمسة مين جرام من ذهب عير أربعة وعشرين ذهب نقي أو خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة النقية وأظن طبعا في هذا الزمان الذهب ارتفع جدا والفضة انخفضت فحيكون الأحظ للفقير أن تقوم هذه الأوراق بالذهب ولا بالفضة بالفضة طب نقرأ بإذن الله سويا قال وهي الذهب والفضة طبعا في عصرنا ها هنقول والعملات المعاصرة مش كده لا أه سبحان الله يعني الأمور تتغير وعلى فكرة يعني ما هو ضرب الدراهم والدنانيذ ده في وقت بالأوقات البشرية ما كانت تتعامل بها أصلا يعني في وقت من الأوقات هم يرون أن البشرية كانت في وقت من الأوقات تتعامل بنظام المقايضة يعني سلعة بسلعة عروض بعروض عرض بعرض واضح ثم هذا الله الإنسان أنه اخترع لإيه النقود واضح وخلاص بقت ثابتة في عصر خلاص بقى يعني في العصر بقى النبس عسلم ذكر وجاء بعد كده بقت الدرامي الإسلامية في عهد عبد الملك بن مروان بقت لما تضرب بقى واضح كانت موجودة في عهد النبس عسلم ماشي بس بقى لما المسلم بقى هم اللي يضربوها بعد كده في عهد بعد كده بعد المهم لحد بقى ما جاء عهد المصنف مثلا الأمر بقى ثابت خلاص يبقى الأتمان ذهبوا ايه وفض ده اللي هي عملات مش حلي الحلي اللي بتلبسه النساء هنا ده مسألة ايه أخرى يبقى لما يقول وذلكات الأسمان أصدهم الايه العملات بتاعت زمنهم الدنانير والايه والدراء أما الحلي فده في خلاف هل في زكاة ولا لا سيأتينا إن شاء الله قال وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر قال لحديث عائشة وابن عمر مرفوع أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال واضح يبقى لو عشر ياخد كام ربع يبقى ربع العشر فهمنا كده ربع العشر صح قال وحيب بالأربعين كان واحد لشان كده هتلاقي في كتب كتب من كل أربعين واحد يعني على أساس غير كسور ولا نصف ولا ربع قال رواه ابن ماجه وفي حديث أنس مرفوع وفي الرقة أي الفضة قال ربع العشر وقال وفي الرقة ربع العشر متفق عليه يقول وهي الذهب الفضة في ربع العشر إذا بلغت نصابها فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالة عشرون مثقالة المثقال بالموازين المعاصرة أربع أربعة جرامات وربع يبقى المثقال يسوي كام أربعة جرامات وربع فإذا ضربت في عشرين كم يكون الناتق خمسة وتمانين يبقى دا نصاب الذهب بس خمسة وتمانين من الذهب الخالص عيار أربعة وإيه وعشرين طب نصاب الذهب واحد وعشرين كام يبقى هنضرب خمسة وتمانين في أربعة وعشرين على واحد وعشرين كم يكون سبعة وتسعين طيب عيار ثمنتاشر يبقى نضرب خمسة وتمانين فاربعة وعشرين على تمنتاشر مية وطلتاشر ها تقريب كله وكسور يعني سبعة وعشر وكسور مية ودلتاشر وكسور يبقى ده كده اللي عنده زهب في البيت عيار خمسة وتمانين طبعا ده مش موجود آسف لا موجود لأن آآ بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة صار الناس تشتري سباك قال فالنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالة لحديث عمر بن شعيب عن أبيها عن جدي مرفوع ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مئتي درهم صدق رواب وبيت وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعة دينار وتسع دينار بالدنار الذي زينته درهم وثمن درهم ونصاب الفضة مئتا درهم الدرهم حيبا تقريبا اثنين وسبعة اثمان واضح يعني لو دربت يعني هذا في متين حيام من خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة والله واحد يبقى أربعة جرام وروبة ده مش الفضة ده لإيه الذهب التاني تعريبا يعني اثنين وتسع مئة خمسة سبعين من الف ده ربطه طلع كام اثنين علامة تسع سبع خمسة اثنين تسع سبع خمسة سبع خمسة سعين في متين تعمل خمسة سعين وطب مش سبع اثمان وكده اكتر من سبع اثمان يعني اثنين هو اكثر يعني اثنين علامة اثنين فاصل تسع سبع خمسة هذا بالضبط قال ونصاب الفضة يعني ليس سبع اثمان ده ادق ونصاب الفضة مئة درهم لما تقدم ولقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اواق من الورقي صدق الاقية اربعون يبقى خمسة فاربعين بكام مئتين روح من المسل عن جبر والاقية اربعون درهم والدرهم اثنتا عشرة حبت ها خروب والمثقال درهم وثلاثة ازباع درهم قال عشرة الدرهم سبعة مثاقيل عموما احنا عرفنا بالموازين المعاصرة ان نصاب الذهب كام ونصاب الفضة كام بس عايزكم تحفظوا يبقى المثقال اربع جرام ربع والدرهم اثنين علامة او اثنين فاصل بالغربية تسعة سبعة خمسة من الجرامات يبقى درهم الوارد في الاحاديث وده المثقال الوارد فين في الاحاديث طب ليه بنقول كده لان الحاجات دي قد تختلف من زمان لآخر واضح فلما نقول النفس السلامة العشرونة مثقالا يبقى المثقال اربع جرام ربع طبعا انتوا فاهمين اللي انا عايز اقوله ان الكلام ده لما يبقى من عيار الذهب اربع وإيه اربع وعشرين نعيد حاجة ولا الحمد لله كده سهلة تمام قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايه ما شاء هذه مسألة فيها اجتهاد كبير هل يضم الذهب الى الفضة ام لا ذهب الشفعي رحمه الله الى ان الذهب لا يضم يبقى لو عنده عشرة مثاقيل ذهب حلو وعنده مئة درهم فضة هل عليه زكاة عند الشفعي لا لماذا يا شفعي قال كيف اقوله لصاحب عشرة مثاقيل عليك زكاة والنفس السلام قال ليس في مدونة ذلك زكاة صح ولا وكيف اقول لصاحبها مئة درهم زكاة والنفس السلام قال ليس في مدونة خمسة اواق ها زكاة فهمني ولا لا اما الجمهور وهو قوله اكثر الفقهاء قالوا بل فيها الزكاة فقيل لهم وما الاجابة على الحديث قالوا قوله السلام ليس في مدونة عشرين مثقالا زكاة وفي الفضة ليس في مدونة خمسة اواق اذا انفردت اذا قالوا من اين لكم بهذا التخصيص قالوا لان هناك اجماع آسف لان هناك اجماعا فهو اسمه ان مؤخر قالوا لان هناك اجماعا بين اهل العلم على ان الذهب والفضة يضموا الى عروض التجارة فلو عنده دنانير وعنده تجارة سيضم هذا الى ايه الى ذاك وبالتالي سيزكي ذهبا لم يبلغ عشرين مثقالا تفهمتموني ولا لا ومن ثم قالوا اذا محملوا الحديث اذا كان لديه ذهبا فقط او فضة فقط هذا عندي اقرب مع ان كبار المعاصرين يمنعون هذا ولكن معظم الفقهاء الماضين يرون الضم وفي الحقيقة الذهب والفضة منافعه ما تكاد تكون واحدة يعني لو ان احنا تخيلنا عنده دولار وعنده يورو منافع واحدة طب انا اللي بضرب الامثلة واضح لانه هذه كانت الدولار واليورو ها كان يتعاملون بالايه بالدينار والدرهم كما نتعامل نحن الان بالجني والريال فلو عندك في البيت ستقول هذه جنيهات لم تبلغ نصابا وهذه ريالاتها لم تبلغ نصابا هذا طبعا لا يقول به احد طبعا ولا لا فاذا النظر هنا احنا انا ارى انه ينبغي ان ننظر لمثل هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان المقصود ومنافع الذهب والفضة واحدة وان كان كثير من شيوخنا يأبون هذا ويجعلون ان الزهب لا يضم الى الفضة والله اعلم قالوا يضموا الذهب الى الفضة في تكميل النصاب طبعا انا دايما احيانا نقول حتى لو سمعتم من شيوخنا الاكابر عكس هذا فلا تظن لا هي المسألة اجتهاد يعني ما تظن ان احنا ما اخترعنا هي مسألة خلافية واضح وبل هذا قول اكثر اهل العلم لو دققنا سنراه انه قول اكثر اهل العلم من المزاهب قالوا يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايه مشاء لان زكاتهما ومقاصدهما ها متفقة هذا دنانين ودراهم هنا يا شباب ليس حليا فتكلم على كان في عملة وعملة فالمقاصد من العملات ايه هيشتري صح العملة اللي بيعملوا بها ايه ها الروز اموال اثمان بيعات يشارك بها ففي النهاية ايه المقاصد ايه واحد ولذلك لو احنا جينا بنشارك واحد جاب دولار واحد جاب ريال وانكنت اقول له بصراحة يعني زيني شاركوا انصحهم منعا للخلاف ان يحول الدولار الى الجني ويحول اليورو وغيرو الى الجني ثم نشترك لانه تحدث قفزات في عملات على حساب عملات فالدنيا ايه كله ننزل الاخر نزرة ايه يعني ايه الذي اخذ من حقه يعني ولم يعطيه يعني ونحن نرى المشاكل احيانا تجعلنا نخرج الناس في الامان بغض النظر عن الصحيح والراجح تفاهمين ولا لكن نجعلهم بعيدا عن المشاكل هذا خير فنقول له انت معك دولارات روح سيلها وتعالى يعني حولها ايه مثلا كده بس بالطرق الرسمية بس بالطرق الرسمية يعني دلوقتي يعني من يمسك انه معه هذا بالطرق غير رسمية رح في سبعة وسبعين دهية وليس في ستين دهية صح ولا بتهيالي انتوش بتابعين طال ولا زكاة في حلي اعا بدأت كلم الان على ان هذا الذي يلبس للزينة وليس العملات الحلي قال حلي مباح يبا هذي هي او هذو القيد الثاني كلم على حلي مباح معد لاستعمال او اعارة لانه هناك حلي محرم ما يكون في زكاة وهناك حلي معد لاشياء اخرى غير معد للنفقة يصرف منه معد الكذا سنرى الكلام ان شاء الله طب تعال نشوف قال لحديث جابر مرفوعة ليس في الحلي زكاة هذا ضعيف قال لامام وحمد خمسة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون ليس في الحلي زكاة زكاة اعارتهم انس وجابر وابن عمر وعيشة واسماء اختها قال التلميذي ليس يصح في هذا الباب شيء يعني اجابة زكاة في الحلي وفي الحقيقة هذا فيه نظر والله اعلم هو اثار الصحابة متعارضة فحلا يعني اثار صحابة ومقابل الاسار صحابة صحابة ترى وجوب الزكاة في الحلي وصحابة ترى عدم وجوب الزكاة في الحلي وكل يتفق على هذا مسألة اجتهدية معروف واضح لكن قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة ابنتها فرأى في يديها يعني سواران غليظان فقال ايسركما ان يسوركم الله مكانهما سوارين من نار فقلنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اديا زكاة ف هذا الحديث ان كانت من اصحى الشيخ العلباني عليه رحمة الله هذا الحديث قد بل هو كذلك يجعل كفة من يرون وجوب الزكاة في الحلي اثقل من كفة من لا يرون وهذا مذهب الاحناف عليهم رحمة الله المسألة اجتهدية نعم اجتهدية ولكن الدليل واضح فيما يظهر خاصة اذا رأينا ما سيأتي من الصور الاخرى التي سيكون الحلي في زكاة سنرى واقعنا اقرب حتى عند الحنابلة ايضا للصور التي فيها الزكاة كيف اسمع قال لا تجب في الحلي المحرم هذا ما شئ دعنا منه الان كآنية الذهب والفض لان الصناعة الصناعة المحرمة كالاية كالعدم يعني كالعدم اذا هذا كالدنانير والدراع يعني الان لا نتعامل على انه ايه حلي اتماع ولا لا اذا فهذا سيكون فيه الزكاة وهذا يقول ماذا بحني يعني جعلتموه حليا فلم يعد فيه زكاة المهم قال انظر الى الكلام الاتي وكذا في المباح المعد للكري يعني هذه امرأة لديها كثير من الحلي كلما كان هناك عرس كان هناك من تطلب منها ذلك فتقول لها هذا لا اعطيه عارية مجانية بل هذا كراء يعني ايجارة كري يعني ايجارة اذا صارت تتكسب منه قالوا لا حتى الحنبلة احلي الان بدأوا يقتربوا اذا كان معدل الاجارة فيه ايه او النفقة في الحقيقة الناس ما تشتري الا من اجل هذا انه يضعوا لما يتزنق يعمل ايه فكأن هو اذا مسألة النمعد فقط لللبس وليس في رأسهم نفقة ولا حاجة هذا صعب التصور اصلا الناس اصبحت لا تشتري الزهب والفضة الا من اجل ايه من اجل هذا من اجل النفقات ومن اجل كذا بل من اجل الربح تمعي وليس مسألة انه هو معدل الاستعمال يعني اتاته فقط تلبسه وليس في رأسه شيء غير ماء تتحلوي وتتزين فاذا كان الحنابلة انفسهم فاذا كان الحنابلة انفسه الحنابلة انفسهم رأوا انه اذا كان معدل للكرية ونفقة فيه الزكاة فكأننا نرى اننا نقترب دون ان نشعر منها سفينة الاحناف واضح حتى نلحق به في هذه المسألة قال انتم معايا شباب ولا لا قال اذا بلغ نصابا وزنا لان سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال او اعارة لصرفه عن جهة النماء يعني ايه يعني هذا هم يقولون ان الاص في الذهب والفضة ان يراد للنماء في الحقيقة واضح ولا لا ولكن قالوا لما كان هذه تعد للاستعمال اذا هذه النية انها تتحلى فقط صرفتها عن انها تريد التنمية لا تريد نماء لانها تريد ان تتحلى وتتزين خرجنا عن اصل الامر اصل الامر في الذهب والفضة انهما يرادان للنماء لو لا هذه النية لكن الاصل اندف ايه طيب ما خلاص النية هذه النية تركت وصار للنفقة صار للإجارة اذا هذا نماء واي نماء واضح يعني كل اللي بتتجوز بتعمل تاخد من وراها ايه فهذا ايه بلا شك معدل ايه للنماء للدخل عايزة من وراها ايه دخل مش مجرد انها ايه اللي عايزة تتجوز تدي اعارة اعارة يعني شيء ايه مجاني ثم معايا او نتلبسه فقط واضح فلذلك قال هنا انظر الكلام لان سقوط الزكاة فيما اتخذ الاستعمال اللي هي انت تتحلى او اعارة قال لصرفي عن جهتها النماء فبقي ماذا على الايه على الاصف هذا اعتراف ان الاصل في الزهب والفضة ايه النماء ارادة النماء اصلا في الاموال دي اما انها نمية والحاجات دي نمية بلا شك اصلا كده كده انه انه اخذوا من اجل الايه انما مخلوق في يعني سبحان الله معادي النفيسة تبقى الى يوم القيامة في هذا حتى انه اذا انحصر قرب يوم القيامة الفراط عن ايه عن جبل من ذهب تقاتل الناس كما تعرفون صحيح كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويخرج عن قيمته ها ان زادت ها عن وزن هذا الحليل المباح يعني صناعتهم معتبر شرعا فالصناعة سترفع من القيمة يعني لو انه هو خام ذهب خام هيبقى له سعر لكن هو غويشة هيبقى حتى يقوله مصنعية طمعايا ولا فبالتالي مش هيخرج عنه كخام هيخرج عنه ايه كقيمة يعني لو عامله كذهب بس هيبقى له حاجة طب والله الصناعة دي الرجل التاجر طالع يعني ايه الديني ايه مش شاطر يعني فلما جاي يصنعه قلله عن قيمة وزنه هيحسبوه على ايه على وزن طبعايا يبقى هو كأنه كم من الدهب كم جرام كم مسقال خلاص يبقى كده لكن لو الصناعة بتزيده وده في الغالب وده الاصل هيخرجوا عن قيمة كسلع قال لانه احظ للفقار ولذلك يعني من الكلام الجميل كلام الشيخ الوسامير كان بيقول ان الحلي ثلاثة عنوح قسم يعتبر بوزنه نصابا واخراجا هيعتبر بايه بوزنه يعني مناش دعو بالايه لا شأن لنا بالايه بالقيمة مش جاية معكم احنا عندنا نصاب وعندنا ايه لا عندنا اسف ووزن وعندنا قيمة القيمة دي يا شباب يعني احنا ممكن نقول هو النهاردة عشان تفهموها بس ايه مش هتيجل لما اجيبها كده الدهب كم سقال يعمل كم درحم العشرة من الدراهم عاملة سبعة حلو كده ولا رأة ده لو الدهب ما فيوش ايه صناعة يبقى السبعة مسلا عاملين كم عشرة من الفض طب السبعة المتصنعين عاملين اتناشر يبقى كده القيمة بتاعته ايه عشان كده القيمة بتظهر الفرق لما تقيبه بغير جنسه جاية معاكم ولا مش جاية عشان ما عبيتبان اوه كده عشان كده انت لما تروح تشتري يقول لك ادهب بكم النهات يقول لك عيار 24 بكذا طيب عيار 21 بكذا اوزلي يقول لك لا لسه ما لسه في ايه مصنعية هي دي بقى القيمة يبقى بقى وزنه زائد مصنعيته لما تجمحهم دي اسمها بقت ايه قيمته لو عملته زهب فقط هو بيع من عكده وانت بتبيع صح؟ يعني وانت بتبيع اللي انت واخدها مبارح واضح؟ حصل لك ظرف ان انت محتاج فلوس صح؟ رحت تاني يوم للسائغ عشان تعمل ايه؟ يعني ذهبت في اليوم الثاني لتبيعها هيعملك ازاي؟ وزنه ولا قيمة؟ لعل كده فهمنا يعني ايه وزن ويعني ايه؟ قيمة اعيد ولا زهرت؟ انت بتفكر ها؟ ها؟ يعني انت ما تروح للسائغ بحسب لك مصنعية؟ لا ابدا صح؟ مش كده؟ هو يحطه لك على الميزان كعينه ايه؟ ها وزن مجرد لك انا هعمل ايه؟ انا هسيحه مش ده اللي بيحصل بل هو رهيب يعني الاول يحطه على النار عشان اي حاجة تروح وبعد كده يعمل ايه؟ يوزينه هاهاهاهاها يعني بص هاخد دهب دهب بقى هو هاهاهاهاهاها لك انا مالي انا بشتري دهب والدهب بكذا لا خلاص بقى لا تسأله انا كده يعني يعني زي ما يقولوا ايه؟ قلبنا المسألة على جميع الاوجه يعني كده واضحة خاطئ يبقى عندي الان الحلية ثلاثة نوعا قسم يعتبر بوزنه نصابا واخراجا ده الحلية الايه؟ المحرم يعني حلية آنية من ذهاب حلية على صورة حيوان يبقى ده محرم يبقى الصورة آسف الصنعة مهدرة الصنعة المحرمة ايه؟ مهدرة يبقى احنا مش هنتعامل بقيم هنتعامل ان ده كإنه خام يتوحى حط على الميزان في النصاب ويتحط على الميزان وانا بنعمل ايه؟ بنطلع الزكا طمعا ولا لا نصابا وايه؟ واخراج اتنين قسم يعتبر بقيمته نصابا واخراجا اللي اتنين عكس اللي فاتت صح وهو عروض التجارة يعني راح بيتاجر في في الحلية عنده انتم معي ولا لا ده مش حقيقه يعني ممكن يكون عنده شيء لسه ما بلغش نصاب من الذهب بس سأقوله عليك زكاة لانه هيبلغ نصاب من اين؟ من الفضة يعني هبقى بص للقيمة فالمهم انه يبلغ نصاب صواء بقى من اين؟ انتم معي ولا لا يبقى هنا هنبص للايه؟ للقيمة نصابا واخراجا لان انت اصلا في الحقيقة بتتعامل بقيمته انت ادي سلعة وتكسب فيه فانت بتقيمها كسلعة بس طبعا كل واحد بيزكي بنقول له قيمه بتمن شرائك له الان يعني هو عند بتوع الجملة مش هنقيمه بسعر البيع يعني انت لما تيجي واحد فتح محل وبيبيع تجارة عايز تقيم بسعر البيع يبا انت بتاخد زكا على حاجة لسه ما باعهاش بتعتبر انه باع وكسب والدين يا ايه؟ لا انا باعتبر ان الفلوس دي لو هو في ايده لو الحاجات دي في ايده كان هجيب بها بضاعة دي فبشوف ها ما اشترى به اللي اشترى به الان يعني يعني لما يجي يجرد البضاعة اندخلت فروض تجارة وغاليبا مش هنقود دا النهاردة عشان ما باعش كتير علينا اه يجرد البضاعة يجردها ايه؟ ها؟ بسعر ليه؟ الجملة اللي بيشتري بيه مش بسعر للأبطال اللي هيبيع بيه كده كويس اول التالت بوزنه نصابا وايه؟ وقيمته اخراجا دا ايه بقى الحلوية المباح بص كده بص المباح مكتوب ايه؟ وكذا في المباح المعد الكريئة والنفخ اذا بلغ نصابا ها؟ وزنا يبقى دم نصاب اعتبروا بالايه؟ ويخرج عن قيمته شفتوا الكلام؟ يبقى الحلوية المباح هيبقى في النصاب لاعتبار بالايه؟ بالوزن طمعا ولا لأ؟ وصلت كده بس خبالك دا مش للتجارة لحلوية بقى معدل الكريئة او للنفقة او على مذب وحنيفة حتى الاستعمال اللي احنا رجحناه تمام؟ هيبقى النصاب بالوزن والإقراءة والزكة بالايه؟ بالقيمة والله اعلم فصل يا رب يسر الحال ان شاء الله قال فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه صرف وتجب إزالتك سائر منكرات وتجب زكاته إذا بلغ نصابة إلا إذا استهلك يعني استهلك يعني لو عرضنا للنار مش يطلح حاك خلاص يبدوها براحة قال إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب زالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت خلاص هو تحلل أو شيء في البداية مش هنعرف نعمل نستقر شوف الأسر اللي جيدة ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه يعني أقول لها ألهم سيحو ألهم شيء بحاك فعمل تركه قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق صلى الله عليه وسلم وجعله بخنصر يسار أفضل أما كونه في الخنصر فقد نقل الإمام النووي الإجماع على أن السنة اتخذتم في الخنصر إحنا عندنا هيبقى عندي في شيء مستحب من الأصابع وفي شيء مكروه وفي شيء مباح سهلة يسان في الخنصر يقرح في السبابة والوسطى فقد نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما ويرد في صحيح مسلم أنه نهى عن التختم في السبابة والوسطى فيكره أن يتختم في السبابة والوسطى عظمة الشريعة كل أفعال يعني احتجت حياة الناس في أحكام حتى لبسهم في أحكام نظمت حياتهم يباح في ملاء نهي فيه بقي ماذا الإبهام والبنصر هم أربع صابع ولا خمسة خمسة ذكرنا واحد مسنون اتنين مكروه كده المجموعه كام سبعة صحيح سبعة ثلاثة بقي كم من الخمس واحد ولا اتنين اتنين اصح يا جماعة فقد الاتنين يباح اللي بهمه البنصر هذا يباح التختم فيه مسألة اليسار هذه مسألة الشيخ الألباني يرى أن هناك أحاديث وإن كان أكثر أهل العلم على سنية التختم في اليسار أحمد ومالك والشافعي واضح ولكن الشيخ الألباني ذكر أحاديث كثيرة فيها التختم باليسار والتختم باليمين ولذلك ظهر اخطار هو أنه مخير بين هذا وإيه وزاك لأن عندنا حديث صحيحة في كده وهذه الصحة في كده ليه بقى يعني نميل دا ونسب دا أو نميل دا يعني هتلاقي مثلا هنا اليسار وكتبوا على وإنه لأ اليمين واضح يبقى في يده اليوسف هذه اليوم واضح فالشيخ الألباني قال ما هذا سابت ما هذا سابت أنتم محقون وأولئك أيها محقون فهذا سابت وهذا سابت فيجوز أن يتختم هنا هنا ولذلك لا داعي أن تتشددوا في الساعة المسألة بسيطة يعني لو أن في خاتم ممكن الساعة تباريبة من موضوع الخاتم فمش لازم الناس تشد فيها أوي أنه يقول لا كده لا كده في الأمر في ساعة والله تعالى أعلى وأعلم وصلت معكم قال ويباحوا للذكر من الفضة الخاتم ولو زد على مثقال وجعلوا بخنصر يسار أفضل قال الدار قطني وغيره المحفوظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وضعف أحمد في رؤية الأثر مغيره حديث التختم باليمنى لو خذنا كده سيبقى اليسار كمان لا سابت حتى النووي يرى أنه سابت في اليمين ولذلك المسألة فيها ساب قال في البخاري من حديث أنس كان فصه منه والمسلم كان فصه حبشية كل هذه أحاديث والله تعالى أعلم فيها يعني أنه سلام كان يتختم وهذا لا إشكال في ذلك قال وتباحوا قبيعة السيف ركزوا معاه القبيعة دي بتبقى على طرف المقبض يمسك يعني مقبض السيف قبيعة على طرفه يمسك منها قال تباحوا قبيعة السيف فقط ولو من ذهب يعني يقصد أن كل الآتي سيكون من فضة إلا قبيعة السيف يجوز أن تكون ذهبا فهمتم عشان تفهم الكلام اللي جاي في السياق يبقى لمنحلية المنطقة وكذا كذا كل ده الأصل عنده يبقى فضة لكن قبيعة السيف تجوز ذهبا ومن باب أولى فضة الذهب أشد تحريبا في الإسلام من الفضة ولهذا أبيح للرجل شيء من الفضة ولم يبح له شيء من الإيه من الذهب طبعا يا ولا لا طيب قال تباحوا قبيعة السيف فقط ولو من ذهب ماذا بالحنبلة عايزين نفهم القاعدة فيه تبقى سهلة عندهم تباحوا تحلية آلات الحرب للمراكب ولباس الخيل فاهميني تاني يعني إيه هيحلي آلات الحرب إيه آلات الحرب الحاجات المستخدمة السيف ها درع أو مثلا خوزة طبعا يا ولا لا منطقة لكن السرج السرج مثلا اللجام لا طبعا ده حاجات الخيول بقى ولا المراكب الحاجات اللي هو هيعمل إيه ها يركبها ولا لباس الخيب هذا لا لا يحل آلات الحرب اللي هي يستخدمه يرهب العداء به والله تعالى تعالى نشوف قال تباحوا قبيعة السيف فقط لو من ذهب قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضح طبعا هو آلوا برضو ينفعي بأيه ذهب قال ولانا عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب أشغل الباني بقول المعروف أن سيف يعني عمر كان محلى بالفضة واضح المهم قال وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب هو الأدق سهل بن حنيف وليس مع أن الحنبلة متتابعين جيلا بعد جيل علي أنه مين عثمان بن حنيف بس ده مش حلقلها أصل كده الرواية اللي في كتب لا أنتو حك كتاب هو كده هو ما فيش خطأ مطبعي ما تدورش في نسخ تانية دي ما فيش خطأ مطبعي هم تنقلوها زي كده الأحناف ما بيتنقلوا أحاديث ليس لها أصل حفرزوها إيه يعني جيل عن شيوخهم عن شيوخهم عن شيوخهم وهكذا واضح فهو يعني بعض المحدثين قال اللي موجود في كتب الحديث عن نتمن بن حنيف أسف عن سهر بن حنيف والكلام بقى في في مدى ثبوته أيضا هم في التخريج أليه بقى سهل ما نكن تفكر يعني أننا وجدت بعض أهل الليمة بالحديث أشار إلى هذا أن كتب الحنبلة كد تكون متتابعة على أن كلها إيه عثمان بن حنيف فهم قالوا لا بل الذي في كتب الحديث أنه إيه سهل بن حنيف جيد هذا الكتاب قال وحلية المنطقة إيه المنطقة وهي ما يشد به الوسط لأن الصحابة تأخذ المناطق محلّة من فض خلاص محلّة من فض إحنا عرفنا إن قبيعة السيف فقط هي اللي حتى يبقى إيه 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 اللي جاي كله إيه فضة قال والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة لمساواتها معنى إيه بأى الجوشن وقال فواجب أن تسويها حكما قال والجوشن الدر يعني لمساواتها معنى كل دي آلات إيه آلات حرب قال والجوشن الدر والخوذة البيض بتحطها على الرأس والحد دعونا إحنا من الخوذة مش كده فهذه لم يختلف يعني إسمها سريعا قال قال والخوذة البيضة من عرفه وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمر صلى الله عليه وسلم عرفاجة ابن أسعد لما قطع أنف يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب هو طبعا إحنا عندنا أن الذهب لا يباح إلا في الضرورة ولذلك الذهب مش هيباح إلا لو لم يكن هناك بديل آخر أما الفضة ممكن ابتداء لو في حاجة إلى ذلك ولذلك لما قطعت أنف أمره نفسه أن يتخذ أنفا من فضة فلما أنتنا أمره أن يتخذ أنفا من ذهب لا جبت أصل الحديث فإذن لم لم يبح له الذهب إلا لما لم يعد هناك حلا الذهب أشد تحريما قال وكذا ربط لسنخد بالك الحاجات ده مهمة جدا يعني ممكن حاجات زمان كان يباح الذهب لأنه ليس له بديل الآن لما صارت هناك معاد أخرى يبقى إذن لا يجوز لهم أن يجعلوها ذهبا مع وجود غيره قال وكذا ربط الأسنان روى الأفرامو عن نوسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب للركاب بدأ يتكلم بقى على إيه المراكب نفسها بقى هيضع رجله في شيء واضح كده اللجام الحاجات دي قال للركاب واللجام والدواء هنا رح بقى إيه حاجة يخلص إلى الأواني بقى الدواء الدواء يضع فيها الحبر هذه باب آنية والآنية محرمة ذهبا أو فضة رجالا ونساء تمام قال ونحوها فتحرم كالآنية ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال لعمل الحديث أحل الحرير وذهب لإناث أمتي ولعدم ورود الشرع بتحديدي كلام جميل أما ما قاله العلامة الشيخ الألباني رحمه الله أن النساء لا تلبس الذهب المحلق وأنه محرم عليهم فهذا لا نعرف له رغم جلالته سلفا في ذلك عبر كل القرون الماضية في تاريخ المسلم واضح أنه كده مش هتلبس الأشياء المحلقة أو السوار أو يعني لا غويشة ولا وهو الشيخ قالت يا أبتي لماذا لا تحلقني الذهب قال يا بنيتي أخشى عليك من الله فلو إن الصحابي يخشى عليها لكن ده ما فيش تحريب إنه لابد أن يكون إيه يعني غير محلق لا هو يعني أصل لو سبتت هذه الأشياء يبقى هو يخشى عليها من إن الأشياء تغيرها يكون فيها كذا ربما يرى وجوب الزكاة فيخشى أن لا تؤدي زكاة إلا غير ذلك وإلا فإحنا ما يبقاش الأدلة الشرعية عامتها أحل للنساء بإطلاق وكلها بلا تقييد وإحنا نعمل إيه نقيده بعدين صعب إن إحنا بل مش صعب بل ما ينفعش إن إحنا نقرأ كل السابقين على الإباحة ونعمل إيه ونحرم إحنا كذا هذا قول سيكون في الحقيقة قولا مخترعا مبتدعا وإن كان قطعا بلا شك صاحبه بين الأجر والإيه والأجرين فمش معنى إحنا نقول إنه مبتدعا إنه يأسب لا إذا اجتهت فأخطأ طرم أنه من أهل الإجتهاد فله إيه أجر رحمه الله كان مجددا في السنة وعلومها قال يباح للنساء ما زرت عدلنا بلبس ولو زاد على ألف مثقال لهم حديث أحيل الحرير والذهب لإنات أمتي بس الفهم العميق الحديث عام يبقى عام في أي مقدار وفي الحقيقة عام في أي نوع الذهب كله مباح سواء بانا كان محلق أو غير وسواء كان كتير أو إيه هو بص الوجه إنه كتير أو أولي لأنه ما كانش ولا شافش هو إن حد قال يبقى غير محلق فما جابش مسألة إنه إيه عام في المحلق وغير بس نحن نستفيد من فهمهم إنه جا في الأحاديث عام في كله إنه برضو نلد عام في ودي الأحاديث الأصح قال لعدم ورود الشرع بتحديلي قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر وليقوت وزبرجت أي شيء مفوش نهي خراس لعدم النهي لعدم النهي عنه قال وكرها تختمهما بالحديد والنحاس والرصص هو الحديد في حديث هناك من يحسن هناك من يضعفا نشوف دولاتي نص عليه نقل مهنة عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار إنه سلام شاف راجل رجل في يدي خاتم قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار طب لماذ النجبى محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد فده هذا على الأولى لكن لو كان محرم ما كان شاهده التمس ولو خاتما من إيه فيبقى حديث في الإباحة وحديث فيه النهي يبقى لما نجمع بالاتنين يبقى هذا النهي ليس للتحريب ولكن يبقى للايه للكرحة من يره غير سابط المسألة بالنسبة له إيه سيبقى الحديد على الإباحة بدون إيه معارضة يعني أقصد ما فيش حديث معارض قالوا يستحبوا بالعقيق هذا حديث موضوع عديب والله قال لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك صراحة المنار كتاب رائع رائع يعني صراحة يعني الكتاب شام في كتب الحنبي لأنه كتاب بيهتم بالدليل وأنه حتى لو المذهب قاله لو ضعيف بيقول لذا ضعيف رخر قال لنيني قال العقيلي لا يذبط في هذا شيء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات حديث موضوع مجذوب وهكذا حكم عليه علامة السنة في هذا الزمان الشيخ العرباني حكم رحمه الله حكم على هذا الحديث بأنه إيه موضوع لا ليس ضعيف بل هذا أشد ما يكون من إيه من الضعف أما الجهلاء الذين يظنون أن موضوع فبعض الخطباء الجهلاء ذكر حديثا فقال له أحد إخواننا هذا حديث موضوع قال نعم موضوع أنا وضعته يعني ظن أنه يعني كما يخل النس الموضوع يعني حاجة إيه حديث يستحق التأمل وكما الآخر الذي هو أجهل منه ظن أن رواه مسلم أي أي مسلم يروي ما إيه ما يشع فذكر حديثا فقال له أحد الحاضرين يا أخي هذا غير موجود قال يا أخي ألم تسمع إلى قولهم رواه مسلم ألست مسلما فظن أن أي مسلم من حق أن يروي باب زكاة العروض لا يدري فنلتققنا إن شاء الله سبحانه الله وحمد رحمة الله وحمد رحمة الله وحمد رحمة الله قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرت أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين